تقول لما أقرأ سورة الفاتحة تقول يعني إياك نعبد كيف أقرأها أخت الفاضلة بالنسبة لإياك نعبد يجب عليك أن تشددي حرف الياء في إياك وإذا سهلتي أو خففتيه ما صحت صلاتك ما تصح ويا إخواني وآخواتي بارك الله فيكم بالنسبة لسورة الفاتحة يجب على كل مسلم أن يعتني بحفظها ويعتني بتصحيح القراءة فيها لأنه يوجد أخطاء كثيرة عند كثير من المصلين هدان الله وإياهم ولذلك اخت الفاضل إن ذا جيته تقرأين إياك نعبد تقول إياك نعبد لأن أصل حرفين حرف إياك حرفين فشددت الآن الرسم حرف واحد لكن هي حرفين فتقول إياك نعبد وإياك نستعين أما إياك إذا قرأ الإنسان إياك نعبد إياك نستعين بطلت صلاته ما صحت ولذلك إياك نعبد وإياك نستعين وأنا أقرأ لك سورة الفاتحة لك ولمن يشاهدني بالقراءة إن شاء الله الصحيحة السليمة يقول الإنسان لما يقرأ الحمد لله رب العالمين النبي عليه الصلاة والسلام كما تقول أم سلم كان يقطع القرآن يعني يقف على رأس الآية الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بعض الناس يقول غير المغضوب غلط غير المغضوب ولا الضالين بعض الناس يقول ولا الضالين هذا غلط يعني الضاء مش أخت الطاء لا ولا الضالين يعني اللسان يكون تحت الأسنان ولا الضالين وتمدون الضالين بارك الله في الجميع المترجم للقناة